أبو حميد جاي لك بقى على حاجة شفت جزء منه النهار ده برضو مش شفتش كله مبارات برشلونة وش يختار دورستك عجبني إن برشلونة مع كل الغيابات الكثيرة دي والمهمة دي قادر يقف على رجل وقادر يمسك نفسه إلى حد كبير يعني مش بالنسبة لم يفهمها بس إلى حد كبير شافي عامل إيه في برشلونة والنهار ده شفنا كمان لعيبة شباب بتلعب نحن برشلونة ما بيزهقش من التوضع مواهب عظيمة يعني كلام مضبوط طبعا يا كريم والنقطة المهمة اللي أضيفت لبرشلونة السنة دي إن تشكيلته أضيف فيها عمق حقيقي يعني السنة اللي فاتت آه فيه رسك كبير تتاخد على بعض المراكز إنك بتدخل مثلا بباك رايت واحد بيتصاب فبتبتأ تلعب قلو بتدفاع باك رايت وبتستنى كل واحد بيلصم المسألة إذا كان قروخه أو كوندي أو كده بس السنة دي فيه عمق كبير في التشكيل لدرجة إن انت لما يتصاب لك فول عشر أسابيع عرفينيا وديونج وليفندوفسكي وجافي لحق دلوقتي وغالبا ممكن يلعب الكلاسيكو بسوارة ياح وماتش اختار عشان الإرهاق وكده فأنت برضو يبقى عندك لعيب وبديل وعلى الأقل خالص ونوصل لدرجة إنه انت بتتكلم على أخطر العناصر عندها 16 و17 و20 سنة وهي خطيرة خطورة حقيقية يعني انت بتتكلم فيلمين أو في فرمين لوبيز بالذات فرمين لوبيز اللي هو يعني جاي من المجهول تماما لأنه ما كانش ناشق يعني فيه ناس بتفترض إن فرمين كان ناشق لمسيها بتدرجه بتدرجه الطبيعي لا هو اتاخد الفرير دي وبعدك اراح بعير للنياريس وبعدك ارجع للفرست تيم لما تشافي قرر إنه يضمه للمعسكر التحضير بتاع البري سيزون بتاع السنة دي جون اللي جاءه في ريال مدريد مع شوية حاجات كده فرمين لوبيز بيقولك إنه هو موهبة سيتحدث أنا على العالم بشكل أكثر تركيزا قريب قوي لأنه بغض النظر عن كل اللي بيعمله والتأثير التهديفي وتأثير الصناعة وما إلى ذلك هو عنده ميزة مش عند لعيبة كتير كبيرة برشلونة حاول إنه هو يجيبها طول السنوات اللي فاتت من بعد ما بدأ يجيب باولينيو وأرتيرو فيدال اللي هو لعيب خط النص اللي بقدر يكمل التلاتة اللي قدام لأن برشلونة حكم عليه قدرا كده أن يلعب بتلاتة دايما قدام لما بيغير حتى في أي خطة دايما بيحط لعيب خط نص يلعب جناح صريح من زمان بقى من قام إنيستا وبعدين دلوقتي جافي بيستغل الاستغلال ده في بعض الأحيان فأنت دايما بتبقى عايز حد رابع يكتر العناصر دي في منطقة فرمين بيعمل ده بمنتهى الزكاء وبشكل فطري يعني أنا بتقلي ده بشكل فطري حتى ما خدش جرعات تدريبية أو ساعات تدريبية كفاية أنه هو فعلا نلعب بالنطج ده يعني مثلا في ماتش بالباو اللي فكه مارك جويو الناشئ التاني اللي ظهر الأسبوع اللي فات كان ماتش فرمين لوبيز طول الشروط الأول بس هو كان بضيع كتير جدا بس يحسب له أنه دايما سابق المدافعين بخطوة مع أنه صغير في الحجم ما بيحتكش بدنيا بأطوال بس هو قوي جدا على الأرض ففرمين بصراحة من العناصر المهمة جدا فيه تشارت كنت جايبه لأكثر اللاعبين تهديدا يالله نجيبها يا جماعة فضل أو يا ريت اللعيبة اللي هي هددت النهاردة أكتر أكتر وقت فرمين لوبيز أقول واحد لامين يامال مع أنه كان نازل بديل ما لعبش وده معتاد على لامين يامال ده الشارت الأحمر ده عدد مرات التصويب لكل اللعيبة في الفرقتين أكتر لعيبة يعني والفرص المخلقة باللون البنفسيجي والتمريرات المفتاحية ما قبل الأسست يالله باللون الأبيض لو نشوف لامين يامال وفرمين لوبيز بعيد تماما هما الاتنين تسعة فرمين لوبيز بادئ خط نص بيلعب تمانية فده رقم معياري جدا اللعيب خط نص رقم تمانية بيشوت خمس كور على المنافس اللي منهم أفتارجته لمنهم في الجون بالذات الجون كمان نشوف التكنيك اللي تشاط به لامين يامال بيعمل ده على طول وإحنا بدأنا نتعامل مع لامين يامال كظاهرة حقيقية بعدين بتيجي اللعيبة كلها في سياق مقبول زي سوداكوف كان نجم كبير شايط ستة ويعني مهدد المرمى بستة حاجات اللي نامله سنتين تلاتة كده ومش متابع برشلونة هيسحى من النوم يقول لك هو مين دول مين دول صح ده تشكيال إسان برشلونة اللي دايما بيقولوا لمسية احنا عايزين لمسية دلوقتي لما انت عطلت في ماتش بالباو لعيب مجهول تماما اسمه مارك جويو بتبتري تكتشف بقى ان ده هدف منتخب أسبانيا للشباب وما إلى ذلك وان اللمسية بدأ يعني يبطل لعيبة خط نص وبيطلع على سترايك رات دلوقتي فده الحل السحلي اللي كمان برشلونة تخلص بيه من أزمته الاقتصادية لدرجة انه داخل واحنا بنتكلم عن سكواد بهذا العمق السنة دي هو دفع 3 مليون يورو بس ودفع عفلعيب جاي من اللمسية اللي هو أوريول روميو من الحاجات الخادعة بقى عشان ما نبصش لنص الكوبال مليان دايما برشلونة أقوى دفع في الليجة السنة اللي فاتت وتاني أقوى دفعات الليجة السنة دي وأقوى دفع في دورة أبطال أوروبا حتى الآن في الثلاث منتشاب بتوعدور المجموعات ولكن هو من أكثر الفرق تزديدا وتصيبا على مرمى وتهديدا لمرمى على الإطلاق من أي خصم وده شيء بيديك كده أشوية يعني ألارمس غريبة بس لما بتقول أن برشلونة لما بيعلى بالليفل فعلا بيبقى أكثر عرضة لاستقبال الأهداف من أي خصم قوي ده المعادلة اللي تشافي لسه محلهاش لدرجة أنه في التشارت الثاني اللي ممكن ياريت نشوفه اللي هو دايما برشلونة بالذات المتشاط المنافسي مثلا اللي هو إيه ده برشلونة بقى بيكسب واحد صفر برشلونة بقى بيلعب أجلي فوتبول برشلونة بقى بيكسب بسكورز كبيرة وما إلى ذلك إيه السياق اللي دايما بيحصل ضغط رهيب في الشرط الأول الشرط الحمرة بيقولك عدد 45 دقيقة شرط أول و45 دقيقة شرط تاني الشرط كله الجزء الأولاني بالمساحة الحمرة دي عدد الدقائق اللي كان برشلونة في مناطق تهديد لشختار والشرط البنفسيجي العكس تماما يعني تحت خالص صفر تهديد وفوق خالص أقصى تهديد برشلونة في الشرط الأول شايف استحوازك على الدقائق طول الوقت انت عملت شكل فخطورة وتسعى تصويبات انتارجيت وهدفين ده اللي بيحصل دايما ومن حسن الحظ قدام شخطار انت عارفت الترجم ده الأهداف ده ما حصلش قدام بالباو ده ما حصلش قدام خصوم كتير جدا في الليجة ده قدلك المهمة قدام غير ناطا وتعادلت وفقدت نقط ما فقدك الصدارة لحد الوقت بس بص الشرط في الشرط التاني إيه اللي بيحصل قد إيه الاندية بتقدر عادي ان انا شخطار دونسك فريق متواضع جدا مع احترامي الشديد يقدر ياخد منك عدد الدقيق دي في مواقف خطورة عندك في مناطق الجزاء بص في الشرط الأول مختلف تماما لا يكاد يحساب له أي حاجة وفي الوقت اللي في الدقاءة 60 تقريبا سوداكوف سجل هدف فإحصائية أحيانا بيقى فيه أرقام تفكيكها مهم يعني هو الرقم خادع في حد سبارشلونة أقوى تفع في أوروب الرقم ده خادع جدا لأنه جوة منه تفاصيل كتيرة جدا بتقولك أنه لو لا تريش تيجي مثلا السنة اللي فاتت لو لا حاجات كتير كان ممكن النتائج توصل لحترام